اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأن يجعل أحسن أعمالك خواتيمها وأن يحشرني وإياك ووالدينا مع حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 16 أيلول سبتمبر القمر موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار والأعمال والأورام وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح ينكث القمر في هاي المنزلة حتى تمام ساعة أربعة وثمانية وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرانيج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء اليوم ففي هذا اليوم مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضويتنا دي أما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاويتين مؤثرات وفي عنا زاويتين اليوم ذروتهم بالنسبة للزاوية الأولى طبعا اللي رح نحكي عنها اللي هي زاوية التثليت الإيجابية بين الشمس وبين بلوته واللي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 22-9 طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها وبرضو يعني ممكن يتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع منفصلة حكينا هاي تأثيراتها طويلة لغاية 16-11 هي الزاوية اللي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبرضو بالدل دوليا على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اليوم فطبعا عنا زاويتين مع القمر وزاويتين بطيئات اليوم ذروتهم بالنسبة لزوايا القمر أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات المساء هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي طبعا ذروتها ساعة 9.35 دقيقة صباحا بتوقيف جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الفجر لغاية ساعات المساء لمنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية البطيئة فأول زاوية هي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين المريخ اليوم ذروتها طبعا تأثيراتها هي من يوم 14.9 ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 19.9 اليوم ذروتها ساعة 6.48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي زاوية بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية وبالدل دوليا على ازدياد أعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وازدياد حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيانة الزوجية وبعاني الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية وهذه فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية والمضاربات المالية أو طرح منتجات جديدة للأسواق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاوب السلبية بين الشمس وبين نبتون وهي حكينا تأثيراتها من يوم 13.09 بدت ورح تستمر لغاية 29 طبعا اليوم ذروتها ساعة 10.20 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش ابتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبرضو في نفس اللحظة هاي بتأثر أن الفترة هاي لا تعتمد على الحدس ولا على الحظ ولا على الأحلام يعني اللي بحلم وبيفسر أحلامه الفترة هاي أضغط الأحلام بتكثر أما دوليا فبتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري ربما غرق بعض السفن أو مشاكل إلها علاقة بالسفن أو المواني أو البواخر وبيزداد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة والمعارضة للحكومة وممكن في الفترة هاي التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطفونات وربما يكون هناك تسريب غاز أو حوادث تسمم جماعية وبرضو بتعمل نوع من أنواع الارتباك في أسعار النفط أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الكتفين والذرعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية الرئتين الوصلات العصبية المهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو النظام التبادل هدولة أكثر حساسية فعشان هيك اللي عندهم تحسس رأوي أو عندهم مشاكل لها علاقة بالتنفس زي ربو أو أمور أنه مناعتهم قليلة ينتبهوا لأنه العدوة بتنتشر بالفترة هاي إن كان بالفلو أو بالتحسس بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل غير مناسب لعمليات التجميل اليوم يعني أنا ما بنصح حتى بالحقن والجراحة عشان الزاوية الحادة تعت الزهرة رغم أنه سعيد الزهرة سعيدة إلا أنه ما بنصح اليوم في هاي الأمور طبعا هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يبدأ يوم السبت 17-9 في تمام الساعة 9-51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى اليوم التالي أي حتى يوم الأحد 18-9 يعني تقريبا الساعة 8 صباحا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر طبعا اليوم عمر القمر انحسار المربع عمره 20 يوم في تمام الساعة 26 دقيقة مساء بيصبح 21 يوم نسبة الإضاءة بتصير 60% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23-9 طبعا اليوم سعيدة بنسبة 40% القمر في الجوزاء حتى يوم 18-9 هو الآن سعيد بنسبة 60% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 15% في ساعات المساء بتنزل 5% يعني بصير سعيد بنسبة 10% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 23-9 منتحس بنسبة 10% الآن في ساعات المساء بيصير منتحس بنسبة 40% الزهرة في العذراء حتى يوم 29-9 سعيد الآن هو بنسبة 15% في ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30-10 سعيد بنسبة 45% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثهور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 24-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم من الأيام المميزة لإلكم بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات بتقدروا اليوم تفاوضوا بثقة وجراءة وبتقدروا تدافع عن مواقفكم أو قضيتكم ولكن بتكونوا تتجنبوا الكلام اللاذع أو الكلام الغير مفهوم عشان ما تصير مشاكل أنتوا بغنى عنها ممكن ما ترتاح اليوم بسبب كثافة العمل فعشان يبدأك تباكر لعملك حاول أنك ما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز اليوم بنشاط عالي جدا وممكن اليوم تسمع جواب بيعجبك أو كنت بتنتظرك أهم شي برضو نقطة أنه حاولوا أنكم ما تبالغوا بمصاريفكم وحاولوا أنه تنتبهوا أثناء تعاملكم مع شركاء المال والعاطفة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على الميزانية فرح تنهمكم في ضبط ميزانيتكم ترتيب أوضاعكم المالية أهم شي أنكم تتجنبوا النفقات ممكن اليوم تحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن الاهتمام رح يكون ببعض الدفعات أو الالتزامات رح تهتم اليوم لأوضاعك المالية ورح تخوض تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك أهم مش أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي بدك تدير بالك حتى تتوضح الأمور بالنسبة لألك ما تبالغ من مصاريفك واحذر المنافقين والنصابين والمحتالين وحاول أنك ترتب وضعك المالي بشكل جيد بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم القمر بما أنه موجود عندكم فأنت عندكم قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ممكن اليوم تكثر عندك المشاريع أو تختلط الواجبات بدك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور وحاول أنك تحدد أهدافك وأولوياتك وباستطاعتك الاستعادة موقعك وإنجاز الكثير ولكن لا تعتمد على الحضوض واحد وحاول أنك ما تدخل بأي مشاكل إلها علاقة بالأحبة إن كان بالأبناء أو بالحبيب بالعاطفة وبرضو حاول أنك ما تراهن على شيء وما تغامر بشيء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بنال التعب منكم أهم إشيء لأن القمر موجود في بيت متاعبكم الآن لغاية صباح يوم الأحد فبدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغفاكم وراحتكم طبعا القمر دائما لما بيكون في بيت المتاعب دائما بيشير لركود وتأخير في سير الأمور فعشان هيك بتكون تحذروا من التراجع الصحي والمعنوي وحاولوا أنك تستريحوا بعيد عن الأضواء ما تختلقوا أعذار عشان تهربوا من المسئوليات والمهام وخصوصا الأمور اللي بتتعلق بالبيت والعائلة أو علاقتكم الاجتماعية العائلية اللي هي المقربة جدا انتبهوا من المشاكل وحدية الطبع معهم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء نشاط عندكم جيد اليوم ولكن بتكن تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وحواراتكم ونقاشاتكم لأنه ممكن تكونوا حدين شوي أو تنفهموا بطريقة خاطئة يعني ما تكون واضح أنت بطرحك أو الشخص اللي قبالك يفهمك بشكل خطأ وهذا الشيء ممكن يسبب نوع من أنواع ردات الفعل السلبية عندك فبدك تضبط أعصابك علما أنه هذا اليوم مناسب لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهمش أنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بنشاط معين برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بدكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل بما أنه القمر موجود في بيت السمعة وعلاقاتكم مع المسؤولين أو العلاقات يعني الأشخاص ذو النفوذ فحاولوا أنكم تقدموا أفضل ما عندكم لعلكم أنكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ خلال هذا اليوم اليوم حاول أنك ما تهدد سمعتك بالخطر ما تنفعل ما تكون حد طباع ما تغامر ما تجازف بأشياء ممكن أنها تسبب لك مشاكل ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هذه فترة صحيح أنها مثمرة ومهمة جداً ولكن فيها نوع من أنواع الضغط بيكون إلو علاقة على الوضع المالي وعلى الوضع النفسي فعشان هيك بدك تهتم للمسألتين هدول برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد اليوم رغم أن الأجواء جيدة وداعمة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وخصوصاً مع أشخاص خارج البلاد أو مع أجانب أو حتى على مستوى الامتحانات إلا أنه عطارد اللي بيتراجع عنك بيحكي لك دير بالك ممكن يغرر فيك ويدخلك في متاهة أنت بيغنى عنها فعشان هيك لا تعتمد على الحظ نهائياً هذا اليوم حافل بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من خارج البلاد أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية أو مؤسسة أو رفقة برج العقرب من نسبة لموليد برج العقرب طبعاً اليوم التركيز كله رح يكون على الأموال المشتركة فحاولوا أنكم تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمحوا لأي شخص أنه يشكك بقدراتكم حاولوا أنكم تكونوا جارحين بالكلام بل فوضوا بهدوء ودبلوماسية كونوا حريصين على حقوقكم ما بتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائكم ولكن بتكوا تنتبهوا من بعض الأشخاص اللي ممكن بتآمروا عليكم من خلف الكواليس يعني بيتلسنوا عليكم بيتكلموا عليكم بينتقدوكم يعني بعض الحوارات اللي ممكن هيك تكون مؤذية بالنسبة لألك اللي هي تآمر عادة هيبتيجي من النساء أكثر يعني برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا اليوم التركيز كله على أمور الشراكة فبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفي وتعتبر هاي فترة شوي لأن القمر بيكون مقابلك تماما تفقل خلال هالهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال علجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرعوا باتخاذ القرارات أهم مسألة حاولوا أن تخلوا علاقاتكم مع أصدقائكم يعني تكون حذرة شوي إذا وعدك أحد الأصدقاء بشيء ممكن أنه ما يوفي فيه برضو في هاي الفترة متوقع أن تنقطع علاقة بصديق معين أو يخذلك صديق معين برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكون تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتنتبهوا لصحتكم بما أن القمر موجود في البيت السادس فعشان هيك بعض موليد برج الجدي ممكن يشعروا ببعض التراجع الصحي أو اهتمام بمراجعات طبية أو استشفائية لا تسمحوا للواجبات عندكم بالتزامن أو بالتراكم يعني خلي أعمالك حاول أنك تنجز المهم بعدين الأهم ما تشتغل عملين مع بعض بدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت وتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي زي ما حكينا حاول أنك تأخذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن لأنه برضو لا تنسى عطارد اللي بيتراجع قاعد في مكان حساس بالنسبة لإلك اللي هو بيت السمعة فعشان هيك حاول أنك ما تغامر وما تجازف وما تنفعل عشان ما تشوه سمعتك وبرضو خلي علاقتك بالمسؤولين جيدة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح لأجواء أكثر سهولة ممكن اليوم يظهر لك لقاء طارق مع أحد الإخوة أو تقدم مساعدة أو دعم لازم لأحد المقربين لإلك هذه فترة ناجحة ومطمئنة ولكن عندي تحذير تحذير الأموال المشتركة بدك تنتبهلها بشكل جيد خلال هذا اليوم يعني الأموال اللي ما بتعود لك لحالك أو معك شريك فيها ممكن تظهر بعض المشاكل فيها وأمور السفر والتنقلات حاول أنك تنتبه أثناء تنقلاتك وقيادتك للسيارة بدون انفعل وبدون تهور وبدون سرعة وخلي كلامك واضح جدا بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا بتنهم كل يوم بأمور إلها علاقة بالبيت والعائلة هاي أكثر الأشياء اللي اليوم رح تركزوا عليها بشكل قوي جدا فعشان هيك يعني ممكن تظهر بعض الأمور البيتية أو العائلية وخصوصا اللي هي مع الشريك تنتبه منها شريك الزوج أو الزوجة أو حتى شريك العمل بدكوا تنتبهوا لهذه الأمور أهم شي برضو أنه ما تتغربوا من المسؤوليات وإن كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تقصير وحاولوا أنكم ما تبخلوا على العائل بالعطف والنصائح هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعروا ببعض الإنزعاج أو القلق حول مسألة شخصية أو مسألة مالية بتربككم بشكل كبير خلال هذا اليوم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء